موسيقى 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 لماذا الدولة الفرنسية سؤال وجيه أولا لأنه تبين مما ليدعو للشك والريب أن أحد كبار القضاءات المعزولين اللي يشمرهم المرسوم العجل تحوم حوله سبوهات تواضع في هذا الملف كذلك الأمر بالنسبة لبعض القضاءات الأخرين اللي يتداولوا كذلك على هذه القضية وبالتالي فأن شيء هذا هو أضعف من مصدقية الجهاز القضائي وأضعفها وأمنعها كما تعي بالحياد التالي طبعا نحن ما نعموش على جميع القضاءات ولكن نحكيه على القضاءات اللي على الأقل اللي هما بدتوا في هذه القضية وبدتوا في هذا الملف لبعض منهم ثانيا بعض الأطراف المجتكبين يتمتعوا بالجنسية الفرنسية وبالتالي فأن القانون الفرنسي أيضا يطبط على هؤلاء بمناسبة ارتكابهم لجراءة خارج الحدود الفرنسية طبعا هذو ما بعد فالتالي سوى كالكوز أبسيرباشون معناها لدى القضاء الفرنسي وفصل لنا شوية توا أستاذ الشدي الموضوع خليل القضية هذية هي قضية تآمر على أمن الدولة وقدمت للرأي العام على أساس أنها قضية متكاملة الأركان وهي قضية اللي هي ستكشف على ناس خانة الدولة التونسية لكن بعد ذلك ونهار بالضبط نهار 11 أفريل 2019 وقع نقض قرار دائرة الاتهام العسكرية في قضية تآمر على أمن الدولة من قبل أدواء المجتمع بمحكمة التعقيم نذكر أنه من الناس اللي كانوا موقفين الناس كانوا عندهم وضعيات صحية حارجة جدا ومرضى عوضال يعني وأمراض عوضال إلى غير ذلك الملف هذية اليوم واختي بش عاوز يقيتش بد شنو تنجم تكون تابعاته قبل تابعاته انتبعوه بالدقة لأنك أنت أشرت إلى أنه بالفعل هي القضية في وجه المعنى الميتسكتش عليها يعني هي قضية أمن دولة هكا ولا وقضية أمن دولة اللي متهمين فيها عندهم معلاقة بأطراف إرهابية هنا وبأطراف حتى في ليبيا معنى هذا المشكلة وكيفش تبدأ التساؤلات أنه الوشاية القضية هذه هي وشاية هو واحد مفتش أول في واحدة مكافحة الإرهاب حرر وشاية بصابر العجيلي وبعماد عشور وغيره الوشاية تثبت قاعدة سبعة شهر كاملين ورغم خطورة القضية بالطبع اللي يتعلق بأمن قومي وبسلامة رابية وبعلاقات مع أطراف إرهابية سبعة شهر كاملين باش تجبدة الوشاية وقتين تجبدة الوشاية وقت اللي تشد شفيق الجراية رجل العمال بعد نزاعه أشهير مع رئيس الحكومة أنا ذاك وبعد ما ظهر في الأعلام وبعد ما علنت الحرب على الفساد يعني القضية هذه تجبدة بعد باش تجي دوسي متمم ربما للقضايا اللي عند شفيق الجراية شنو المقال متاح القضية المقال متاح أنه في نهاية الأمر مش بعد فقط تبريئة عشور وتبريئة هو الوشي في حد ذاته أو اللي تبنيت عليه القضية هو إنسان الآن محكوم بمؤبده 184 سنة حبس علاش لأنه سلم سيارات ربعية الدفع الأرهابية لأنه زور أختام لأنه استعمل أختام تعصول الطاومية لأنه قبل رشوات عمل كل ما يعني قضايا متاعه لكلها قضايا تقدح حتى في المعلومات اللي اعطاها باه شنو اللي صار في المساهر كامل هذوما الناس هذوما عيماد عشور وصابر العشيلي هم يتحملوا مسؤولية حساسة في ديبوات معناتها اللي هم تتعلق بهم سلامة الوطن الأجهزة المختصة والقضايا الإرهابية زوز مديرين قاموا فعلا وهذا اللي ثبت فيما بعد بالاتصال بأطراف ليبيا لكن تتصلوا بواحد اسمه وليد كوشليف في ليبيا يدير كتيبة اسمها كتيبة الوطن أما علش بأذن من رؤساهم أنا ذاك وبأذن بمهمة باش يعرفوا معلومات على التونسيين متورطين في تفجيرات في ليبيا وبعضهم متورط في تفجيرات حافلة الأمن الرئاسي في 2015 وإذا بالقضية تصبح مثل ماش بالكل لأنه أصلا هذه حكاية التآمر على أمن الدولة غير موجودة لأن ناس خدمت خدمتها وفي الأثناء وقع احتجازها ووقع الإمعان في احتجازها بدون أدلة واضحة ووصلت حتى وفود من حقوق الإنسان العربية وحقوق الإنسان الدولية وغيره زاروا صبر العجيلي ووقفوا على الوضعية وطلبوا الإطراج الصحي مرة واثنين وثلاثة واربعة فالحكاية كيفت وكأنها تدخل من السلطات لفبركة ملف للتخلص من ناس معينة ومن خصوم سياسيين معينين وأصحة القضية ذات بوعد سياسي واليوم ينظر فيها كقضية حقوق الإنسان في فرنسا كما تشاهدون طارق الأبحاث انطلقت في القضية لكن نرجعه شوية طوال هنرانا نحكيوها لألفين وسبعتاشر وكمام معناها هو منطلق لألفين وستاشر مش حتى لألفين وسبعتاشر الوقت اللي فهما شكون جاء وقال أنه مديره استقبل شكون رجل أعمال شفيق جرية ومعه شخص ليبي وقال أنه شخص ليبي هذية أموره ما هوش واضحة وسوء لا عرفه يحكي على مديره هنا يحكي على صابر العجيلي على إمكانية التدخل لتبرئة أحد المتهمين في قضية إرهابية هكا بديت لحكاية طارق هو الحكاية بديت في الفين وستاشر دات بتاع هذا بديت بشكاية قدمها بديت في اثنين نوفمبر الفين وستاشر بشكاية قدمها وشاية قدمها شخص اسمه أحمد العويني اللي هو معنتها مفتش أول بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني الوحدة الوطنية هذية وقتها مديرها هو صابر العجيلي والوشاية هذية اللي قدمها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف والهنية تبدأ العلاقة بالقضاء نحكي بعد على تفاصيل الأخرى القضية هذية ملخصها هو تمثل أحد رموز فترة معينة اللي ما كانش فيها القضاء في أحسن أحوال أو الداخلية في أحسن أحوال تدخل السلطة التنفيذية في القضاء أحد أوضح الأمثلة متاعه هو المثال بتاع القضية هذية كيف اجتم صناعة ومنتاج ملف بتدخل السلطة التنفيذية وبتعاون مع القضاء قضاء اللي كما قال تول المحامي متاع صابر العجيلي أحد رموز فترة الفسيد بتاع القضاء اللي هو القاضي الطيب راشد هناك قاضي طيب راشد هو في عمق في قلب الملف هذية لأنه هو اللي ساهم في صناعة من خلال هالوشاية هذية صناعة الملف متاع صابر العجيلي من الألف إلى الي ولهنا يجي للجانب اللي هو أنه تعرف هو العركة في الأصل بين يوسف الشاهد وشفيق جراية لكن المسألة تتجاوز كايك لإعادة ترتيب وزارة الداخلية وفقا للحاكم الجديد للقصبة اللي هو يوسف الشاهد نجم الغرسلي مثلاً هنا شنو دخله في الموضوع هنا هو طبعاً نجم الغرسلي هو مرحلة الحبيب السيد وزير عدل جديد ووزير داخلية جديد وكذا هنا نحب أقول طيب راشد دونتر بارانتيز كي تسئل على الموضوع هذا ما كل واحد يجبد واحد براتيكم قال أنا نفذت تعليمات وزير العدل وقتها يعني حتى وزير العدل وقتها غير من أن تكرر اسمه هو سفير الآن في أحد الدول سفير تونس في أحد الدول العربية أيضاً طيب راشد قال التهمه هو اللي هو داخل فمستشار آخر قضائي في القصبة كان ما عنده علاقة بعدد من هذه الملفات ويبدو خرج البرة من تونس من عرشها ما هو إذن تم إعفاء والناس تم عزنهم في الإعفاءات اللي تمت آآ هيدا ميلف في مثل عمق هالمرحلة المريضة اللي نقوله مرحلة مريضة مش مع أنت اللي تصير توا مبرر لكن خلينا نقوله اللي المرحلة دي كمريضة مرحلة يوسف الشاهد ومرحلة التوافق ومرحلة العشرة سنوات فيها البين فيها الخايب ما الخايب هو هذي تدخل السلطة التنفيذية في الداخلية في القضاء لصناعة ميلفات لتصفية حسابات وينجم يكون فيها صحيح وينجم فيها يكون فيها الغالب طوش في خجرية ما هوش راو مليكة على وجه الأرض زادة بش ما يبدوش معناها كذية معناتها عدو زادة ميلفات أما أما ودايور معنا تغبزل في السجن لقضايا أخرى اليوم وقت تثار القضايا مرة أخرى أمام القضاء الفرنسي والأطراف اللي مشتكى بهم تونسيين وكانت عندهم مناصب سياسية أكيد أنه خيوط القضايا بش تعاود تتجمع منولو جديد والواقعة بش تعاود تخرج وبش تصير تابعات ليه هو تدويل القضية هو أهم تابعات هذا الموضوع الموضوع هذا مش موضوع سابر العجيلي اللي وليت فما قضايا تخص تونس تخص السياق التونسي يتم تدويلها وتولي محل نظر في قضاء أجنبي ولهنى يراه كي تتعمل بريسيدان يراه بش ينعكس على حاجة أخرى ينجم قضايا أخرى يصير لها نفس الشي شنوخجو فاصل ونرجعو مرحب بيكم في تسعين دقيقة مرحب بيكم لكل مواصلين معاكم في تسعين دقيقة كل الأحداث اللي موجودة على السياسية الوطنية والعالمية تلقاهم في تسعين دقيقة ساعة ونص من التحليل ونقاش مع خليل الرقيق وطارق الكحليوي مرحب بيكم لكل رئيس جمعية القضاة أنس لحميدي معنا عبر الهاتف مرحب بيك تحية لك وتحية لكل مستمعي ومستمعات يزاعة إيخين شكرا لك سيد القاضي حابنا معك أنت أونفيلوفوان على وضعية الصحية متعدد من القضاة المضربين عن الطعام أنه وصلوا إلى غرفة الإنعاج أن وضعيتهم حارجة جدا بالفعل هو يوم أمس مساء معناها تهورة الوضعية الصحية لزملائنا بيخوضوا إضراب جوع منهم ما ننطلق في هذا الإضراب الجوع من يوم 22 جوع يعني اليوم عنده 38 يوم بالتمام والتمال وهو في إضراب عن الطعام وفيهم هذا للتحق بإضراب الجوع هذا يوم خمسة جويلة يعني عندهم اليوم 25 يوم كاملة في إضراب جوع احتجاجا بتبتحال على المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 اللي تولى رئيس الجمهورية بمقتضاه خارج كل الإجراءات التأديبية والضمانات القانونية إعساء 57 قاضي دون تمكينهم من حق الدفاع دون تمكينهم من ندق المواجهة دون تمتيحهم بقرينة البراءة بغياب كامل لأي ملف في دينهم من قريب أو من بعيد قضاء تم أعفاءهم لأنهم قالوا لا لخارق القانون لا لعدم احترام الحقوق والحريات لا للزج بالقضاء في الخصومات السياسية وتصريط الخصوم السياسيين عن طريق القضاء قضاء خرافيين مشهود لهم بالكفاء والنزاهة الغالبية متاحهم اللي ناس ميهنيين تقنيين فنيين في أعلى درجات القضائية في أعلى المناسب القضائية وفيهم كذلك قضاء أخرين اللي حتى من الدرجة الأولى ودرجة الثانية فيهم رجال فيهم نساء تمت معناها نسبة الفساد لهم تم نسبة معناها المساء الأخلاقية لهم بشكل جامعي دون تفصيل في خطاب لرئيس الجمهورية نهار واحد جواه منذ يوم واحد جواه وهذه المظلمة مصلة على القضاء التونسي وعلى السلطة القضائية التونسية وعلى القضاءات السبعة وخمسين المعنيين بهذه القائمة هذاك عليه زملائنا بعد خوض عديد النظالات عديد التحركات الاحتجاجية بما في ذلك تعليق الأضراب تعليق العمل بالمحاكم بما في ذلك الوقت بش ناس اللي كانا سيد القاضي توا سي أناس إلى حد الآن معناها ما تمش الافتجابة إلى مطالبهم وهو ما يخوضوا هذا الأضراب الجوع في شكل للتعبير على المظلمة اللي اطلقت عليهم بأجسادهم رحوا بحياتهم واليوم للأسف هم يوضعوا يوجد تاوية في وضعية حارجة جدا جدا خاصة بالنسبة للزميل محمد الطهر كنزاري اللي اليوم 38 يوم وهو في إضراب عن الطعام كل المؤشرات والتحاليل تؤكد أنه ضلغة ولا تجاوز معناها وصلي مرحلة الخطر المحدق حياته أصبحت مهدد وهو الآن في قسم الإنعاش تحت الرقابة التبية لأنه البيارة احظارهم فريق تبي من ثلاثة أطباء كبار أكدوا على ضرورة مقلهم على وجه الاستعجال إلى المستشفى وقالوا إنه إذا كان يستمر الوضع هذه فإنه حياتهم مهددة في أي وقت كذلك كيف كيف زميلنا أي الصباحي وأنا تويك نكلم فيكم من أمام لأنه وضعيته هناك مساف على مستوى الكلا نتيجة الضرر الكبير اللي لحقهم من هذا إضراب الجوع زمين زادة أحمد العبيدي زادة في مستشفى آخر اللي وضعيته ممكن أقل خطورة من إن شاء الله نتمنى نقولهم الكل صحة جيدة لحقيقة ما نحبوش نسمعوا أخبار منه هذية ولكن أناس الحميدي ماذا بينا نعرفو كيفاش جمعية القضاة والقضاة اللي معارضين قرار رئيس الجمهورية في علاقة بعزل القائمة اللي انتم من الأول عبرتوا على رفضكم على التمشي وعلى القرار وعلى الأسماء والأسباب إلى غير ذلك اليوم كيفاش بش تواصلوا الاحتجاج هل ساعة القضاة الذين وقع عزلهم التجأوا إلى القضاء ولا لي هو بتابعة الحال أحنا مثلا ما نش بيب بتاع نظال ما ترقناهوش لقنا الباب النظالات الميدانية النظالات بالأجساد والنظال القانوني هناك معناها على الأقل معناها ثم أغلب القضاة واللي بش مقولش لكلهم يظلي مع دا واحد أو ثنين توجهوا للمحكمة الإدارية وهذه المظلمة الثانية التي تصلت على القضاة لأنه في المحكمة الإدارية معناها قضايا التأجيل وتوقيف التنفيذ محددة بأجل لا يمكن تجاوزه وهو أجل الشهر تبقى قانون المحكمة الإدارية ولكن الرئيس الأول المحكمة الإدارية تجاوز هذا الأجل من يوم 17 جوان تم إداع عرائض الطعن في هذا القرار الجائر وهذه المظلمة الكبرى اللي الحق فيها واضح وضوح الشمس معناها في كبد السماء واللي رئيس الأول عوض أنه يحترم الإجراءات وأنه يحترم الأجال المخصصة لمثل هذه القضايا تجاوز كل الأجال توجيه معناها الجواب للجهة الإدارية معناها مطقة الأجال ونفهم معناها هذا وكان عنا ندوة صحفية لهيئة الدفاع وضحت كل هذه المعطيات إلى حد الآن إلى حد الآن بعد مرور شهر ونصف وقالب معناها أنه نوصل ستنة الأجال معناها القانونية ما زال السؤال لماذا يرفض الرئيس الأول إلى حد الآن الإفراج على هذه القضايا ونصرة المظلومين لأنه بوضعيات أقل خطولة بكثير من هذه الوضعيات ونذكرون هنا في السنة السابقة وقت لتعهد بالطعم في قرار صادر على مجلس القضاء العجلي بإلغاء الحاق بعض القضاة بالدووين والوزارات وبعض الإدارات معناها مثل المستشار برأي رئيس الحكومة وإلا المدير العام للديوانة معناها تم إصدار قرار بتأجيل التنفيذ في يومين في يومين رغم أنه معناها هذه الوضعية التساؤل في علاقة في علاقة بالغي اكتيفيتية معناها التفاعل متع القضاء إزاء هذه القضية التي تهم القضاء أنفسهم شكرا لك رئيس جمعية القضاء تنسيين الناس لاحب معاملة خاصة للقضاء نريد معاملة القضاء كسائر المواطنين وكسائر المتقضية مش لأنهم قضاء نطالبوا بمعاملتهم معاملة خاصة مش هذا ولكن نحن الآن نلاحظ معناها بكل وضوح أنهم قاعدين يتعاقبوا مرتين يتعاقبوا بالأمر الجائر اللي تسلط عليهم واعزلهم من القضاء خارج كل ضمانات التأديبية وخارج كل ضمانات حق الدفاع ويتعاقبوا مرة أخرى من قبل الرئيس الأول المحكمة الإدارية بالإبطاء وتمطيط آجال البد في قضاياهم لأن قضاياهم عادلة والحق فيها واضح وإحنا نطالبوا أنه يتم معناها إنصافهم بهذه القرارات وصلنا وشفنا الحالة اللي وصلوا لها وحياتهم الآن حل خطر وممكن نقدر الله بتبيت الحال سوء الحالة مطاعهم أكثر وأكثر وحملوا كامل المسؤولية شكرا لك سيد أنس الأحميدي شكرا لك رئيس جمعية القضاء التونسيين شكرا على توضيحات هذه الكل الحالة الصحية لعدد من القضاء المضربين عن الطعام تدهورت بشكل كبير حسب ما كنتوا يأكدنا جمعية القضاء في نفس الوقت يقول أنهم يحملوا المسؤولية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية نظرا أنه مطط ومدد ولم يستجب إلى الطعون اللي تقدموا بها القضاء المعزولين مكرم مرحبا بيك عنا من الأخبار معاك ونرجو في تساني دقيقة مرحبا بيكم شكرا على المتابعة بش نرجو على تصريحات لعبير موسي في الندوة الصحفية بعد شوية مع حلم العبدالي كيف موقف أفاق تونس من الاستفتاء اللي بدأت الطعون وأفاق تونس بشيطة عن في نتائج الاستفتاء لكن اقبل هذي الكل بش نرجو إلى التساؤل اللي جيمة رحناه هنا وخاصة معاك طارق هل سيقع الاستجابة لطلب متاع تونس صندوق النقد الدولي هل سيتمم الاتفاق مع تونس قبل نهاية 2022 وإلا لا وهنا جينا فيتش رايتنج بالموقف متاحها لكن نربطوا هذي الكل مع بعضه شو أتعطي النتيجة طارق لا هو فيتش رايتنج اللي هي متاع وكالة تحد وكالات التصنيف الايتماني واللي خفضت التصنيف الايتماني يتونس أكثر من مرة لهنا تعمل توقع أخر توقع اللي تقول فيه اللي أولا سيقع قبل النهاية 22 ثانيا لن يحتاج ذلك لموفق اتحاد الشغل وإنا ذكرت الماليفات نشرت دراسة وعندي أكثر من أسبوع حول الموضوع هذي علاقة تونس بصندوق النقد الدولي وسبقا قلت لهنا اللي راه سيقع اتفاق ولن يحتاج وهذا جديد لن يحتاج اللي هذا ما كانش الوضع سيبي خنره من فيفريا 21 2021 22 صندوق النقد الدولي كان يقول مرارا وتكرارا عبر مسؤول المنطقة متاع الهذية العربية في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور اللي قال يجب أن يوافق الاتحاد وقلنا أنه متى صريح متاع وقته يجي جهاد أزعور وعمل لك البيان وقال ستنطلق مفاوضات رسمية بناء على وقتها تصريح متاع ولكن بناء على مصادر سمعتها في الكواليس أنه سيذاقع منح تونس قرض لأسباب جيو سياسية ودير في الدراسة اللي عملتها نأكد أولوية الجيو السياسي في القرار السياسي بتاع دول القمة السبع على اعتبارات الأخرى في القرار هذية وإتوا بدت تخرج المعطيات فقط نحب ندقيق لهنا اللي عاود سألت وربما ما هم مطروح في الكواليس هم مجموعة من الأشياء صندوق نقد الدولي يبدو طالب تونس من ناحية تكنيك ما يلي طالب منه أولا الترفيع في سعر المحروقات هذيك اللي يصير بشكل إلي ثلاثة مرات قبل نهاية 2022 يعني هذي كيف تقول شروط اللحظة الأخيرة شروط بشي تعمل الديل أخر حاجات بتعملهم الحكوم اللي تعاهد بيرفع ثلاثة مرات من هنا إلى 2022 في أسعار المحروقات وإجابات واضحة ودقيقة كيف سيتم تمويل باقي الميزانية إذا كان تاخذ تونس القصة الأول اللي هو فيه 700 مليون دولار من صدق نقد الدولي كيفيش بشي غطيه وبقية العجز ولهنه فما حاجات تفوق تقريبا زوز مليار دولار ولهنه فما حديث يبدو الحكومة التونسية وبنك المركزي يتحدث على فرضية أنه إذا كان فما اتفاق مبدئي مع صدق نقد الدولي فأنه عندهم وعود من الدول التالية بالتمويل الثنائي بالتمويل من السعودية ب750 مليون دولار الإمارات 500 مليون دولار أوروبا 250 مليون دولار والجزائر 100 مليون دولار يبدو فما وعود من هذه الأطراف الأربعة بتمويلات إذا كان يجي قرض 700 إذا كان يجي اتفاق وقسط أول من صدق نقد الدولي الحاجة الأخيرة نحب نقولها اللي فنالما اللي مش فقط الجيو السياسي ولهنه نحب جوز تنسب بالتصريحات سواء بتاع السفير الأمريكي القادم جوي هوي أو اللي أعمالها في الكونغرس أو التصريحات البارح اللي جاءت زادة من أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي اللي كان أصلا أساساً بين سياسي لم يتم الحديث فيه على جانب اقتصاد والاجتماعي لكن ما فيهش حتى استطباعات عملية يقول ندعو يجب القانون الانتخاب يكون كذا ونعتبر فما قلق والشغال وكذا لكن يبدو أنا قلت أقبل على أنتوني بلينكين أنتوني بلينكين هو من العناصر المحسوبة على التيار كما تقول الليبرالي الديمقراطي داخل حزب الديمقراطي بعكس جو بايدن اللي هو الرئيس هو مع أنت صاحب القرار اللي هو معروف تاريخيا في الحزب الديمقراطي أنه رياليست واقعي أكثر أو براغماتي ويمشي حسب الجانب الجيو سياسي هو الرئيسي عنده وذلك عليش بعد من تقدم محمد بن سلمان لأشهر بل لسنوات في الأخر مش يعمل الزيارة للسعودية لأسباب جيو سياسي يعني يحتاج النفط السعودي أو تسعير تخفيض الأسعار عن نفط عالمين يعني نحب نقوله اللي المسألة الجيو سياسية هي المسألة الرئيسية لكن في المقابل المهو مطلوب من صدوق النقد الدولي آآ كإجراءات عملية ترفيع بها سعار المحلوقات وأيضا الإجراءات في علاقة بالمؤسسة العمومية بش يبدأ يخرق فيه إشكاليات خاصة معادي حاد الشغل بش نبدأ ها ونشوفوا أثار الانتزامات هذه خليل إذا كان نمشيوا بالطواب البنية اللي عملها الطارق عنده برشا معناها قاعد جبلنا في مواطيات في علاقة أنه اليوم القرار سياسي وجيو سياسي جيو استراتيجي أكثر منه في علاقة بالتوازنات والشروط اللي كانت مطلوبة من توص على المستوى الداخلي معناها اليوم أنه الاتحاد يكون شريك في موضوع الاتفاقيات هذه اللي طلبتها أو الشروط ما عادش يصير مهتم بصندوق النقد الدولي أولا هل يمكن أنه هذي تكون ورقة ضغط صحبة من الاتحاد على خطر اليوم القرار لم يعد مشروط بمشاركة الاتحاد باش لفهمية تعطي الفلوس لتونس وثانيا كيفاش تتوقع أنه اتحاد الشغل في الفترة المقبلة باش يتصرف باش يتفاعل مع القرارات الموجعة اللي أوتوماتيك ماو بستسير إذا كان طوى الطارق يقولنا رو اللمسات الأخيرة متاع الاتفاق راهو التجديد على موضوع المؤسسة العمومية والدعم والمحروقات الاتحاد باش يجد نفسه ولي وقدام سؤال آخر غير تقنية يعني هاي معناها طوى عنا زوز زوايا في القضية اي الزاوية التقنية اللي بديت تتحلل بشوية بشوية وفيها معطى آخر طرق إلى جانب المعطى الجيوستراتيجي وخاع اخدوا بعيد الاعتبار أن تونس بديت باش تعمل المؤسسات الدائمة معناها مش يولي عندها إطار تشريعي هذا مشروط صح اي يعني بين الدستور والانتخابات بمعنى أنه بديت عودة المؤسسات عودة المؤسسات حتى بالرغم المسافة النقدية متع دول السبعة تجاه المسار هذية اللي أنو يعتبروا هذية عودة يقولك عندي إطار تشريعي باش يناقص المسائل ذات البعد المالي وباش يصادق وباش يوافق معناها بالنسبة لي للم تونس بديت تخرج من وضع الاستبناء إلى وضع المؤسسات به قبلنا بلاش الاتحاد هذي المشكلة إذا كان احنا قبلنا بلاش الاتحاد تم فرق بين أن نقبله معنا الاتحاد وبين أن نقبله ومش معنا الاتحاد وهنا البوليل اللي حكيت عليه مهم جدا السلطة التونسية توا ما هياشي في ورد أجمع المال ووفر الموارد بقدر ما هي في ورد ويلزمها أنو تعمل الإطار الاجتماعي الممكن والمناسب باش الأموال ذي كتتمشي في بلستها وباش الأسلحات هذي كتتتقبل في الكور سوسيال بمعنى إذا كان سلكناها في الفلوس ما النجموش نسلكوها في التوازن الاجتماعي إلا ما ثلاثة أطراف الأساسية والرئيسية يعودوا يقعدوا يعودوا يتكلموا ويعملوا جدولة لاتفاقاتهم ويعملوا طريقة لتصريف هذه الإصلاحات بشكل لا يضرب الفئات الاجتماعية ولا يضرب الأجارة هذا لا وضروري جدا ما كيش شو باش نعملو باش نعملو فلوس دخلت وباش تكون سبب ربما استدام اجتماعي لعدم قبيلية الاتحاد للتفريط في المؤسسات العمومية لتغيير جوهري على الأقل في منظومة إسناد الدعم إلى مستحقيه لعديد الأشياء لكتلة الأجور وهنا باش نقاور واحنا فعلا اليوم أول حاجة حقبل القانون الانتخابي هي الجلسة ما بين الحكومة والاتحادين اتحاد صناعة وتجارة 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 واضح السؤالي هزنا الأبعد من هكا مرحلة تأسيس دستوري هذه التولي احنا فيها مشروع الدستور أصبح الدستور برشة حديث سمعت ومطالبت لرئيس الجمهورية من أنه طوى بالحق يلزموا يشرك الأطراف الوطنية في الفترة المقبلة قانون الانتخابي نجم يكون ملغم بحكاية الأقصاء وكل فما طوى ناس تشكك في الاستفتات تشكك في المسار تشكك في الدنيا الكل كيفش ترى هل سيستجيب رئيس الجمهورية ولا بش يواصل في الطريقة لا أعتقد أنه سيستجيب يعني هو يعتبر نفسه بغض النظر هذا صحيح ولا غالط موضوع آخر أما هو يعتبر نفسه اللي هو قاعد كل مرة يقدم خطوة إلى الأمان اللي هو رابح المعركة هذه اللي هو لا يحتاج بالعكس هو رابحها لأنه أكثر من كيكرة أنه هو رابحها لأنه يخبرهم ميساف هكا بتصوره هذا التصور الأساسي أنا نمثل ضمير الشعب وهما نخبل متأمر اللي بيها وعليها وبالتالي كل ما ناخذ منهم مسافة كل ما نمثل الناس ونلقى دعم الناس وبالتالي يزب نواصل التوجه هذي هذا راهو أنا ما عندي حتى شك اللي الدروس متاعه بالرغم اللي أنا رأيلي هذا ميز موش يسير بالعكس اللي يراك كي تبدأ في وضعية موازين قوية صحيح أنت الأقوى صحيح هو أقوى في موازين قوية فإنه هذيك مش وقت بتاع تزيد تعمق الانقسامات الداخلية بالعكس فرصة أناك تعاود تمد يدك وتقول يا سيدي نعاودو نبنيو يا سيدي على المسار هذي هاو كيفاش نجمو وفقا لهذا دوستور هذي نعاودو نرتبو الوضع في البلاد ونخفو من الاحتقان لأنه ماشيين وضعية اقتصادية واجتماعية صعيبة والاصلاحات هذية لا يمكن تمريرها من فوق خاصة اللي أنا نقول نهارك كل أنا نمثل ضمير الشعب يعني نورمال ما هذا يصير لكن أنا للأسف اعتقد أنه الرئيس سيتعملق سيتعملق شو معانت معانتها بشي حس روحه أكثر معانتها تضخم في مش تضخم المالي ربما مرئات للتضخم المالي اليوم شراء نفسه أكثر قدرة على فرض شروطه وفرض النسق متاعه وفرض الانتجاه متاعه وسيستمع ربما أقل للأصوات الأخرى يا تعملق هي الواحد يعني حتى في الطباء إذا مش ندرس الطباء والشخصية وطريقة التصرف وطريقة العمل السياسي ما هيش مسألة تعملق بقدر ما مسألة ربما قناعة داخله أنه اللي عمله مع رغبات والتطلبات الشعب التونسي بمعنى أنه اليوم بني القانون الانتخابي يقول لك بناء على تفاعل الشعب معي في الاستشارة في الاستفتاء وبشي حط له حاجات مهما كانوا عدد المستشيرين والمستشارين حط له حاجات أساسية انتخاب على الأفراد في المحليات مع إمكانية سحب الوكالة من النائب عندما يقوم باقي بره يجيب واسدات القانون وخدت ناقشو فيه ولو أنه أصلا الوقت توله وكان بش نحطه استشارة على القانون الانتخابي مع حساب باقي المراحل بش نصو 17 ديسمبر نقاوى النص مش يخرج معناه هذه حقيقة واقعية مش يخرج في أقرب الأجال وسيتضمن هذه النقاط اللي هي فيها كويرانس في اعتقاده هو مع المشروع اللي حطه هو تغيير أشكال التنظم السياسي وأشكال التنظم الانتخابي وقطع معه مرحلة كاملة بالنسبة لله المشكلة مش هيدا خليل تول جانب السياسي هداية نجم تلقى برشة دعوات من الناس للانتجاه هداية بالرغم اللي هي راهي خستن مسألت معناها كيفيش بش يتصرف على مستوى الأحزاب يعني بش يخلق وضعية لأحزاب بش تولي أضعف حتى من قبل هداية نجم يكون عنده راهو أثار سلبية في المستقبل حتى ولكن الناس تحب عليه تو لكن بخليف النقطة هدي الملف الاقتصادي والاجتماعي راهو الإصلاحات هذية علاقة تو انت قوية تو ترى اللي تنجم تمررها تو لكن راهو تمريرها تو وانت قوية بدون حزام اجتماعي فاهمها ومقتنع بيها وماشي معاك بالنسق معين مثلا تقول لنا يا أخوير صدوق النقد الدولي يقول لنا النسق قدام يساعدني ثمان سمذابين نسيسوا بعضنا نس كل وما نمشيوش في نسق حاد نظرا للظروف العامة الصعيبة في البلاد اللي أنو كيتمشي انت طول وتران حتى في هذا مش فقط في الملف السياسي طوي ينجم يظهور لك الأمور ماشية والوضع زبدة وانت سكينة وماشي طول وامورك لباس لكن راهو بعد ثلاثة أربعة خمسة ستة شهور ينجم ينقلب عليك الوضع واني خليل هنا تركيز زي البشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالأساس هذا هو معنى يقول لك الماركة السياسية أوكي كونكيز وحديث نقض نقاش مشروع نقترح عامليين على رئيس الجمهورية ملف الاقتصادي والاجتماعي يعطي فيه فروكيراسيون للحكومة يعطي فيه حرية المبادرة يعطي التوصيات بأن يتم فتحها الأطراف الاجتماعية ويسيب الحكومة تستكمل كل الخطوات معاقة الأطراف الاجتماعية وهو يدتلها بترتيب الوضع السياسي اللي بيش يزن الخارط الطريق بمعنى أنه رئيس الجمهورية يزبو يعطي مارج مارج للحكومة للتصرف والتفاوض هو ليه يا حكومة وإبرام التفاوض هكومة هكومة تحب أقول لك خليل خليل هاو شنو أنا أنا رأي مختلف شوية كيفيش الاتحاد توفي موقف ضعيف موقف ضعيف يحتاج فيه مش لي أنه الاتحاد ضعيف في العام الاتحاد منظمة قوية وعندها تاريخة لكن في السياق اللي نحن فيه توها موازين القوية هذية ولا أضعف من السابق يا زيدي ما نقولوش ضعيف ولا أضعف من السابق هذي وقت اللي الرئيس نفسه هو يمد يد ويقول له ايا هو كيفيش أنا ما حشيش بيك ضعيف أنا بالعكس نجم نستند ليك مش نخفف الضغوط الدولية خستن الضغوط الدولية كما سمعنا مسافير الأمريكي اللي قادم واضح اللي فما قولك زيدي هذي حتى قيل صعيد ضعيف وينها فرصة بش نعديلو التطبيع زيدي أخاتر قالها بشكل عالم في الواحد دونك انتي ماذا بيك زيدي ما تكون بتحزنش روحك داخليا لأنه الطرف الدولي لو مش طرف وردي يقول لك بش نعطيك اتفاق اقتصادي مالي وكهو ليه بش يكون عنده شروط سياسية بها دونك أنا في رأي بالعكس لمصلحة البلاد تول وقت بش تمدي يدك الاتحاد وتخول به فما حاجات يزيما تتعدى وتعرف ياتي حاد اللي مؤسسة عمومية يزيما تصلح ويزيما كذي هات كيفاش مبعثنا نخموا بشكل واقعي في رؤية مشتركة نقدموها ويه أنا طبعا مش نتحمل المسؤولية لكن حاجتي بك تكونوا معايا ها في الملاي هنا تنجم تخلي الوضع نخلقو نسق جديد ونخلقو ديناميكية جديدة في البلاد لكن أنا للأسف لا أعتقد أنه قيص عنده ليه عنده الحس سياسي وليه قاعد يراه رفسه في موقع النجم هاتون شوفهم هاتون شوفهم هاتون شوفهم تحولات هذي الكل رغم معارضة الدنيا لا 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 يا خليل يا خليل أنت غديك قبل 250 سل William كنت اخولي العكس ولينا نقول لك عنده الحس سياسي كنا بالعكس وأنا نقول لك كان عنده الحس سياسي ها ها ما عندهش الحس السياسي للتوافقات هذي ها وشنون الفرق هو يعتبر نفسه في وضع قوة أكثر كي كان أضعف كان عنده حس سياسي لحظ كي كان في وضع أضعف كان عنده الحس سياسي للتوافقات وحل المشاكل كي أصبح أقوى أنا كي نقول له الرئيس كي تكون في وضع عقوى بالعكس أنك وقتها توخر خطوة إلى الوراق هي إيه وتوى الاتحاد وقتها يكون أضعف وقتها تقول له ويا هاو كيف يش النجمو خاجي قوله كيف يستغل ضعف الاتحاد لا مش يستغل ضعف الاتحاد لا بالعكس هي يلزم الناس يكون توخر خطوة هو يوخر خطوة والاتحاد يوخر خطوة لمصلحة البلاد مش ترقا وتفقط على إصلاحات النجم ونا عملوها في جملة بسيطة مختزلة لخصها هنا نتفق معك الاتحاد بعت رسالة سياسية إيجابية بحفاظه على الاستقرار السياسي في فترة خايبة برشا الرئيس يزمو يبعت رسالة اجتماعية إيجابية ويعود يصيغ علاقاته مع الاتحاد بشكل يقوي الجبهة الوطنية في مواجهة تحديات الاقتصادية الاجتماعية هذي واجب مش اختيار ومش بالفلير هذي عندك بلاد وانت مسؤول على الدولة والشعب مفوضك بشكون مسؤول على الدولة استقرار الدولة مهمتك تعملو كما قلنا بوساطة الحكومة اللي تتلاها هي بالملف هذا وانت تتلاها بملفات اخرى او تعملو انت مباشرة باستقبال قيادة الاتحاد قيادة الاتحاد اي كيفاش مش نبنيه تونس بعض الحصول على القرضة دايه وشنو مش نعملو موارد ايضافيه وكيفاش مش نتفق على هدنة اجتماعية والا اخي اتمنى يعملها اما شلسل يلزم شلسل يلزم انتو متسمو في تسعين دقيقة مع خلود مركبه اهلا بكم خليل الرقيق تارق الكحلي ونستقبلو احلم العبدالي شنو بش نسمعو اليوم من تصريحات معك احلم بش نسمعو اليوم جسمو اليوم رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي اللي كانت حاضرة اليوم مع مريم في شمس فامس باح وعطات انترفيو في مجموعة لحقيقة ميناء المعطيات وميناء المواقف في علاقة بالاستفتاء برئيس الجمهورية قيسة سعيد ما تمخذ عنه الاستفتاء موقف الحزب الدستوري الحر سيناريو زاد اخترحته عبير موسي على قيسة سعيد لتقوله انه هذي ممكن يخرجنا ربما من المأزق القانوني ودستوري اللي احنا فيه باعتبار وانه رئيس الحزب الدستوري الحر انتقدت انتقادات شديدة لهيئة العلية المستقلة للانتخابات وتعاد رئيس الجمهورية انه هو يكلف وزيرة العدل بفتح بحث في الشي اللي صار في هيئة الانتخابات وربما التذبذب اللي صار خاصة بعد خروج النتائج عبير موسي توجهت لجبعة الخلاص بالسؤال الشهير من انتم جبعة الخلاص اللي تقول عبير موسي بتبعادية من انتم معلتها تلخيص للكلام متاحها مش هي قلت لهم من انتم تقول ان وجودها غير قانوني خليدي اضحك وهي تغليفة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تقول ان هي وليت متصدرة الاعلام العالمي والاعلام الوطني وهي مكلفة بالمحاصرة لسيقة للحزب الدستوري الحر وانه الدستوري الحر لن يسمح بانه جبعة الخلاص تدخل تونس في تنازعات دستورية الجبعة هذية معداش وجود قانوني لانه القانون عنا مرسوم الجمعيات يتكلم على شبكات الجمعيات دونك يلزم تكون جمعيات معمولة منشورة في الرايد الرسمي ومكونة قانونا تعمل شبكة مع بعضها والشبكة بيدها تعلنوا في الرايد الرسمي هما ما همشي شبكة جمعيات اذا بشتعمل جبهة احزاب يسمح بها مرسوم الاحزاب يلزم يتكون متكونة من احزاب فقط اما هذي احزاب وتنظيمات اللي ما هيشي جمعيات اسامي حبر على ورق وطرف اسامي ورقية يطلقوا عليها اسم شخصيات حقوقية وتعملها حمص وزبيب وتقول له جبهة خلاص ووليت متصدرة الاعلام والاعلام العالمي قاعد يتعامل معاها والسفراء قاعدة تمشيلها ومنصف المرزوقي من غادي هو العنطين امتيحهم من البرة هذي كل شي تسمى يعني انتي تتحيل عليها مرة اخرى وانا نتفرجه وشنية المبادرة اللي يجايبينها انتي شوف وقت اللي ساعه هما شنوه امكلفينهم امكلفينهم بالمحاصرة اللاسيقة الحزب الدستوري تخرج عابير موسي تعلن خارطة التاريق تمشيوا انتوما اتبردوا وتسخنوا وتمشيوا تعاودوا كلامي بشلخرين الجوقة متاع قاسس عايد يقولوا هاو كاريد متفهمين مع بعضهم يضربوا قاسس عايد من غاديكا ويدفعوا الاستدام الشيخ ويوسيقوا ويشوفوا عابير موسي انتي تقول اليوم عندي مظاهرة يقولك انا اليوم عندي مظاهرة وين يتونس يمنعني انا ويعطيهم ليهم تقول اليوم عندي مسيرة يعمل غدوة مسيرة مسيرتي انا ما يحكى لها احد في الاعلام رغم اللي يخرجوا لها كما تعرفوا شفتوا الشويرة هم يعملوا اربع كعبيت عفو تشريعي عام يخرجوهم في الشيرة الاعلام الدولي الكل يولي معارض وقلسس عايد يعني ظاهر السيناريو اليوم مش قالوا من نهار لول خرجوا بيان وقالوا احنا بيش نعملو هالحوار هذي بيش نعملو حكومة انتي شني يا صيفتك بيش تقول انا بيش نعمل حكومة اشكونك انتي دونك منزلت مش تحكي لي بالبرلمان ورئيس البرلمان وكل لغة هذيك ودستور 2014 اللي انتي حشتك بيه مش ترجع بيه انتي تعاود تعيث فسيدا في البلاد يعني شنو معناها معناها هوما بش يخلقوا الشرعية ثانية وبش ندخلوا فيه تنازع الشرعيات ونوليوا كما الدولة شقيقة حكومة الانقاذ امتع عند رشكون وحكومة اللي معينها ما شاء الله امتع قاية سي سعيد وشعب التونسي مقسوم على زوث انتي بيك انتي عليك هيدا لن نسمح به اينا هاني معارضته قاية سعيد ومعارضته بالقانون ومعارضته بالحجة والدليل لكن عمري ما ندعو الى تنازع شرعية بيه عبير موسي راجعت على الليشيكي بوليتيك اللي موجود على السحة السياسية الان تقولك الناس هذوكم اللي هما جبهة الخلاص اليوم وظيفتهم انهم ينقضوا رشد الغنوشي ويعملوا محاصرة لسيقة للدستوري الحر في حين انها تتميز عنهم في موضوع المعارضة تقولك انا ما نعملش صراع شرعية واقترحت هيف الندوة الصحفية البيرح خارط طريق على قاية سعيد الخروج من الازم خلينا من خارط طريق يعني صراحها مع جبهة الخلاص هو يتماشى مع موقفها المبدئي وموقف الدستوريين المبدئي اللي هما يختاروا يعارضوا في اطار وحدة الدولة وموش في اطار ازدواجية المؤسسات وموش في اطار الحكومات الموازية وموش في اطار الدعوات الصريحة وسمعنا مادام سميرة بركلا عليها الى صندوق النقد الدولي استنى ما تسلفناش حتى نعملوا حكومة اخرى وحوار وطني لا ثم فرق جبهة الخلاص تتحرك في افق عمالة للخرج واضح وكونفيرمي عابير موسي تتحرك في افق وطني ولكن هي ايضا في مأزق سياسي الان اي خارطة طريق تقترح على رئيس الجمهورية عابير موسي تقول وضع حزبها هو وضع شائك جدا لا تنجم تكون في الصف المقابل لاني اصل ابنات تجربتها ضده هو وفي الصراع معه ولا تنجم تكون ايضا في الصف متاع الواقعية السياسية اللي خليها تتعاطى مع وضع ان تونس عملت استفتاء وتعديت الدستور جديد ومؤسساته بش تتنبثق على الدستور جديد وين تنجم توا تتحرك في الافق السياسي اذا كانك انتي تعلن عيداء صريح لمسار الاستفتاء ورئيس الجمهورية وعيداء صريح لجابة الخلاص موقعك السياسي حولفاك شكون بش تقعد الدور في الوضع هذاك نورمال ما انا اقترح على الدستورية بصيفة عامة اعادة تعريف واستقراء مسار 25 جويلة وبالواقعية السياسية وبالدستور الجديد انا التحليل متاع خليل رجعني مباشرة الارقام متاع المشاركة في الاستفتاء ما انا عرش عليش هكا الناس اللي ما ما صوتتش بالكل الناس اللي له نعم له له مقاطعة يمكن جزء كبير منهم يكون غير مهتم بشأن العام وهنا يظهلي من المهام الكبرى ايضا لرئيس الجمهورية انو يرجع الناس ادوكم مهتمين بشأن العام بطريقة او باخرى ان شاء الله بالانتخابات او يخليهم يهتم وقد يوزهم منهم معمر وما كان مهتم بشا رجعوه اي اي ولا 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 زادة فما ناس عبير موسي تقول لك ليه مش صحيح انا واحد فما ناس ضد ما صار 25 جويليا وضد جبهة الخلاص وكثونا اي اذيك انتي مكش مع قايسس عيد معناه انتي مع الخوانجية فما برشة زادة تقول لك ليه احنا ماناش معاها هو هيدا صحيح انا جمار لي فاديش بيت قلت فما الاستطلاع اللي عملوا بتاع سورتي دايزيورن بتاع عحسان الزرقوني انتريسان هيدا كل اكثر من 50% من الناس اللي ما شركتش في الاستفتاء ما يهم هيش اصلا في السياسة لكن فما حوالي 21% من المقاطعين ده وفعهم سياسية وذيكم فيهم نهضة وفيهم تستورية حرة رسيد انتخابي لكن انا انا اتذكر من الحاجة اللولا خليت بعد الفانساق جويه قلت انا يمكن الان يمكن ان نعلنها الوفاة السياسية لعبير موسي وفسرت عليش وطوى بعد 25 جويه لـ 22 زادت تلك الاسباب عليش الوفاة السياسية هي مش معانتها انتهيت معاش موجودة في الساحة ليه هاني قلت موجودة جزء من الناس اللي قاطعت على اساس السياسي هي عبير موسي معانتها فما حتى شك في ذلك لكن شمعتها وفاة معانتها وفاة سياسية معانتها ما فمناش مستقبل معانتش اوفاق سياسي هاو عليش نبدأ باللي بيه فايدة طوى الدستور هذية خلى المعركة السياسية في البلاد ستتركز حول مقعد واحد لا برلمان لا غرفة عقليم لا مجلس الجيهات لكلها لن يكون لها مدخل او تأثير على من يمسك السلطة هذية الدستور اللي تعدى وهي احد بالمناسبة احد مش هيكله لكن بو هذية الواقع علي عنا طوى عبير موسي سواء للأسف هذا اي واحد يعملك ستطلع على رأي يقول لك الجانب الجندري مؤثر في شكوني ولي رئيس في تونس وحتى في امريكيا وانت البرانتية حتى في فرانسا اي اي موجود هذا لا لا هذا واقع انا مش عاجبني لكن موضوع اخر هذي كواقعك الاجتماعي قال لي صعب جدا انو امرأة تصل الى الرئاسة في تونس اثنين هي تلعب علي مساحة المساح هذي اش فيها؟ هي فيها الدولة متاع الدولة الدولة الاجهزة ودولة الاجهزة الحاملة للسلاح ودولة الإدارة تسويب التأسيسية الدولة الوطنية هذيك تلعب هي هذيك تتكور مهيش في سياقة ورافعة اجتماعية عميقة هي هذيك هنه الاجهزة هذية اختارت اختارت من 25 جميلة يا والان منطق القوة ومنطق الامر الواقع مرة اخرى اختارت قيس لذلك ما فميش افق للنمو بالنسبة لعبير موسي الافق اللي موجود فيها هي للتراجع مش للنمو هذي الوضع وذيك عليش ان اقول للمرة الثانية بعد الحوالي عام بعد عام اقول الوفاة السياسية لك يا سيدي هائو معطا عديد الناس ادعم حتى ليها ماديا حتى لها ماديا ادعم لها ماديا تراجع وبيصدد تراجع بشكل كبير بسبب سياق هذي أنا جملة يجب أن نكمل وصلها لأني عديد ميساج الغلاط وين هو أنك تعتقدك عبير أو غيرك أنك أنت الوحيد الوصية على الثواب التأسيسية للدولة الوطنية من أدرك أنه موش قيسس عيد أيضا موجود في الثواب التأسيسية للدولة الوطنية مش موجود في الإيمان بقوة الأجهزة وفي الإيمان بقوة الشرطة وبقوة الجيش وبالدولة المتماسكة وحدة الدولة وفي الإيمان أصلا حتى بمؤسسية الدولة عليش ما تلقاش نقطة تقاطع خاصة أنك بالكامل خارج دستورة 2014 نجد ما تلقاش روحك في دستورة 2020 بتعديل وباقتراحات جديدة وبمعارضة لكن ما تلقاش روحك كدستوري في دستورة 2014 اللي هو فضاء ذرب الكيان متاعك ووجودك كامل هذا هو نحن بش نرجع بعض الأخبار و بش نواصل حديثنا ولكن في موضوع آخر الأخبار تقول أنه تم التمديد في الاحتفاظ بلا زهر اللونغو اللي حكينا عليه هو رئيس سابق لوحدات المختصة وتونواصل حديثنا في الشؤون السياسية خالي الرجع لك الكلمان بار